بس عادة الاقتصاد والسياسة هم وجهان لعملة واحدة ودكتور مدبولي أمس الحقيقة خلال كلمته تتكلم عن أنه الظروف السياسية والجيوسياسية لها تأثير كبير جدا علينا وأنه من أكتر من ست شهور قناة السويس فقدت أكتر من ستين في المية من إيرادتها بسبب الأحداث اللي بتشهدها المنطقة خلينا نتبع هذا الجزء في حديث دكتور مصطفى مدبولي ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور أحمد زيد ولكن كل حرصنا بالتأكيد على ضمان مقدرات الأمن القومي وهنا لما بتكلم أمن قومي مش بتكلم فقط على الأمن العسكري لكن أنا بتكلم على الوضع الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي للدولة بكل الأبعاد الموجودة كل حرصنا في هذه المرحلة مع كل المتغيرات والتبعات اللي بتحصل ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصري بأقل قدر من الأعباء والتبعات اللي ممكن تلقى عليه في ظل تحجم التحديات اللي احنا بنواجهها واللي أعتقد حالكم بتشاركوني أنها تحديات غير مسبوقة وأنا عايز هنا يعني أتكلم لإني دايما بيتقال أحيانا لما بنتطع نتكلم على هذا الموضوع يتقال أنتو دايما بترموا الموضوع على الظروف السياسية والظروف الجيوسياسية وتقوله هي اللي هي النصيب الأكبر من التدعيات اللي موجودة يعني بمنتال أمانة أيوة ديها تأثير كبير جدا 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 النهاردة لما أنا أكون النهاردة بقالي ست شهور قناة سويس بقت فقط أكتر من ستين فلماء من إراداتها يعني أنا كل شهر عندي خسائر من خمسمائة وخمسين لستمائة مليون دولار دي كانت فلوس بتدخل للدولة المصرية وبتساهم في يعني تلبية احتياجات الأساسية للدولة فقط تها فالنهاردة أنا بتكلم في خسائر وصلت فوق الستة مليار دولار دول كانوا أرقام بتاعت مصر بتيجي بقى بعيدا عن أي استثمار بعيدا عن تصدير حاجات كانت تعتبر سبتة ومستقرة النهاردة بسبب اللي بيحصل ده بقت موجودة والنهاردة مع المنظور الصراع اللي موجود محدش عارف هذا الصراع ممكن يستمر المدة قد إيه ومدى تعديعية هذا الموضوع يعني طبعا تبعنا حديث دكتور مصطفى مدبولي وبالعودة مرة أخرى لحدثنا مع دكتور أحمد زايد دكتور يعني خلال كاربة دكتور مصطفى مدبولي استمرارا فيه بردو مبدأ شفاية وأنه نشرح الوضع وحتى الوضع الجيوسياسي ممكن كمان دولة دكتور مصطفى مدبولي تحدث عن فكرة ما يحدث فيه قناة السويس وممكن فقدت مصر جزء كبير جدا من الإرادات بسبب ما يحدث فيه الشرق الأوسط سؤال حضرتك يفنم هو فكرة المجتمع المصري يعني خاني بالرجوع تاني مرة أخرى لمجال حضرتك طبعا وخبرة حضرتك المجتمع المصري لأي مدى مع وجود كل هذه التحديات مش بس التحديات الاقتصادية لكن التحديات الإقليمية والسياسية وما يحدث حوالينا بشكل عام لأي مدى ممكن ده يؤثر على المجتمع المصري ولأي مدى ما يحدث من مكشفة ومصارحة ممكن أنه يفيد الوضع في مصر وطبعا والموضوع ده مهم جدا لأنه هو الإنسان المصري العادي ما بيربطش ما بين الهموم اللي بتظهر أو زي ارتفاع الأسعار والمشكلات المعاناة اللي في الحياة اليومية وبين الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى مدى أنه مثلا الظروف اللي حوالينا اللي موجودة في الإقليم خلت مصر بتفقد حوالي يعني 6 مليار دولار في خلال الفترة اللي فاتت رقم ضخم طبعا ومبلغ ضخم جدا جدا وأنه الإعلان عن هذا هو ده الكمال المهم جدا والمكاشفة به لأنه هو بيخلي الناس تعمل الربط لأنه أنا أنا بفكر في أموم الشخصية فما بفكرش في أمور السياسة ولا بفكر في أموم الاقتصاد أنا عايز الحاجات بتاعتي تسد وعايز المطالب بتاعتي تتحق بس لما أعرف بقى مهم جدا عند الإنسان المصري هو ده اللي نحن بنتكلم عنه لما بنجيب سيرة الوعي أنه الإنسان المصري يبقى عنده قدرة أنه هو يربط ما بين الهموم الشخصية دي وبين الظروف الجيوسياسية اللي حوالينا يعني المرتبطة بالإقليم والمرتبطة بالسياسة والمرتبطة بالاقتصاد وحتى المرتبطة بالعالم كله ومش مطلوب منه أنه يذاكر كل حاجة بس يبقى على وعي أنه الأمور لا تتحقق فقط كده بمجرد يعني قرار سريع وده ده فيه ظروف عالمية وصياقات عالمية بتعمل تأثير كبير جدا على على القرارات والذي متأثر بدورها على المواطن وذلك المكاشفة ونقل البعلومة ونقل البعلومة زملنا الدكتور سعيد المصري أثار مبارح يعني حاجة بسيطة كده قال أنه اللي عملته الدولة في الصحة فيه فيروسي ما اسمه القضاء على فيروسي ومحدش بيجيب سيرته ولا حد بيتكلم عنه ولا حد وده إنجاز ضخم جدا ما تكلمنا عليه كتيرا ده يعني منظمة الصحة العالمية أشادت به ودولة رئيسة الوطراء نفسه أشار إليه وأنه عدل ترتيب مصر فيه المنظومة الصحية العالمية فإحنا محتاجين إن إحنا دايما بس بالطريقة عايزة طريقة شوية فيها يمكن الحوارات دي تخلي المعلومات تنتشر بشكل أفضل ويتم فهمها بشكل أفضل من إن إحنا نقولها كده بشكل مباشر